اهلا بكم. المحاضر الفاتد لما بتتكلم على what is project management اتكلمنا عن شوية حاجات ويمكن اكتر حتة وقفت عندها كانت المانجمنت ازاي تعمل المانجمنت للناس عن طريق ان انت بتوزع مهام وبتاخد feedback. دلوقتي اعايز اخش على نقطة تانية الحقيقة اتكلمنا فيها قبل كده وقفنا عندها بس هنقف عندها تاني. leadership او leading بما ان احنا بنتكلم عن project management وقلنا project management محتاج leadership وقلنا leadership موضوع كبير. تعال اه اه هنا نتكلم عن leadership من منظور تاني. وهو منظور communication. واحدة من المهارات المهمة جدا المهارات الرئيسية اللي لازم تتعفر في اي leader في الدنيا انه يكون عنده communication skills كويس. الحالة مبنية نتكلم في project management ونتكلم عن communication بدتكلم عنها من جانبين. جانب ادارة communication والجانب التاني communication skills. اوكي? بقى هي اللي انا بحب اقف عندها شوية. ادارة communication آآ ده آآ روتين هتقدر تنفزه من على ورقة تقراها في البنبوك. امكن احنا لسه ما تكلمناش عن البنبوك. بتاعته. ما فيش في مشكلة. لكن انا يهمني الجوز بتاع communication skills اوه. ليه لان انت مهما كان عندك ادارة منظومة تواصل جيدة. وانت ما عندكش مهارات تواصل جيدة. المنظومة مدهاش اي لازمة. اوكي? طيب. ليه انا لضمت الاثنين الليدرشيب مع communication skills. تعالى بوقتي نتخيل مع بعض كده ان انت معاك حد انت متدهق من حاجة مزنوب في حاجة ارفام من حاجة او مبسوط وعايز حد تحكيله على انت مبسوط فيه هنا في اطار الشغلة او خريب اطار الشغلة طبعا. ولقيت واحد كده قاعد جنبك وابتدا يسمعلك وانت بتتكلم وابدأ اهتمامه وابدأ تفهمه اآ اآ آآ خلق بينه وبينك قنوات تواصل خليك تقول كل اللي جواك وانت مبسوط ومستريحه. شايف الحل المثالية دي اوكي? ايه رأيك? هتحس ايه ناحيته? مش هتحبه!! مش هتحب البنيام اللي يعمل معك كده? البني ادمiyi يسمعلك ويهتم بيك. مش بالنسبة لك انت دي حاجة تخليك تحبه. طرف التاني ده بقى. لو انت حبيته. اوكي? وبعد شوية ابتدى يقولك على حاجات معينة. مش هتنفزها له برضو ولا ايه? عشان بتحبه. ايه? اه لما بنيجي نتكلم فيه بشكل عام. بنقولك ان من اهم مهارات التواصل ان انت تسمع كويس. ليه? لانك لما بتسمع تقدر تتكلم كويس. تقدر تقول الكلام الصحي. اوكي? ومش بس كده لان انت لما بتسمع بتقرب للطرف الاخر. بتخلي الطرف التاني يحبك ويرتبط بيك. وانسى حبك ويرتبط بيك. نرجع بقى للانفلونس اللي كنا نتكلم عليه في اه المهارات بتاعت البروجيك مانجر. يبقى تقدر تعمل فيه امفلونس ولا لا? تقدر تلعب في دماغه زي ما قلنا بالبلدي ولا لا? يبقى المهارات بتاع الليدنج جزء من الحاجات بتاعت المانجمنت. والكوميونيكيشن جزء من الحاجات بتاعت المانجمنت. لكن لو خلطت الليدنج مع الكوميونيكيشن هتلاقي ان انت كوميونيكيت والوث بيبل هتلاقي ان الليدرشيب سكيلز بتاعتك بقت مور افكتف وقدرت تأثر في الناس تأثير احسن بكتير. وضحت الفكرة? طيح. نروح بقى نتكلم على اخر نقطة في البروجيك مانجمنت وهي الكنترولينج. الكنترولينج الحقيقة اه مم. ساعات بحب بحط عليه اه حتة كده اه اه فيها شوية اه يعني حتة سايكولوجي. حتة في الاصف. اه الحقيقة كلمة اه لها معنى مهم اه هقف عنده. بس عايز اقول لكم حاجة بسيطة جدا ان تاني. تاني. كل اللي تقدر تعمله هو ايه? ايه ده? يعني انا لو مسكته مسدس وحطته في دماغك كده واعمل اللي بقولك عليه ولا موتك انا كده ما عملت لكش كنترول? لا انا ما عملت لكش كنترول. ده انا بخيرك. تنفز ولا موتك? في ناس بتختارناها دون. طبعا لما تبقى حاجاتي يعني غير مقبولة بالمرة تستهل الموت علشان. لكن انا اصد ان انا ازا كنت انا بقولك هتعمل ولا موتك انا بديك اختيار ولا لا. اوكي? كلام ده قال واحد اسم فيكتور فرانكل. اه في نظرية نطيفة جدا وسايكولوجست. الحقيقة بحب يعني دايما نذكرها. اه ليه? لان انا بسمح كتير من الشباب ومن غير الشباب يقول لك ما غصبا عني. ما انا ما كانش عندي اختيار تاني. معنى كان لازم اعمل. الحقيقة اني بكره اه 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 الجملة دي بكل مفرداتها. ما فيش حاجة اسمها كان عصبا عنك. في حاجة اسمها choice. اوكي? اه. your choice اه decide the outcome. بازن الله. بزنfound knife. نرجع ننجن tenga انотьتول، اللي كنا بنتكلم عليه. تفتكرها تاني عشان بس ما تكونش تهتي مني. احنا بنتكلم دلوقتي في اخر حاجة في ماناجمنت وهي ctrl ng. ctrl c trusting? your control, ctrl ring? contatore المفروض ان انت بتاخد فيدباك عن اللي بيحصل. بتاخد قرار عن ايه المفروض يحصل. واتطلع تنفذ القرار ده. تلاتة ستابس. اي كنترول سيستم في الدنيا في تلاتة ستابس. حتى لو انت بتدريس كنترول ثير يقول لك السنسور او المرحلة الاولى ان انت بتلم بيانات بتعرف ايه اللي بيجرى من خلال ايه من خلال فاكريني اللي كلمنا عنها قبل كده من دي السنسور بتاعت دي اللي بتقول لك اللي بيحصل في المشروع بتاعك. وبعدين انت صاحب القرار. وبالتالي انت انت المفروض بتشوف اللي بيحصل ده محتاج تدخل مني ولا مش محتاج تدخل. لو الدنيا مشى كويس مش محتاج تدخل. والله هي لقى الدنيا الحق صحيح مفيش مشاكل جامدة لكن شكلها كده رايح في اتجاه وحش لما نلحق نعدل فيها. يبقى تاخد قرار. او الحق ده في مشكلة عايزين نشوف ايه اللي وراها يبقى ناخد قرار. ناخد قرار لوحده كده ما يشتغلش. لازم يطلع. لازم يتنفذ. لازم يبقى فيه ميكانيزم اللي هي بقى لما قد نتكلم على الجانب بتاع من شوية. لازم يطلع من عندك اللي انت عاوزه يتعمل يروح لمين ومين 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 عشان ينفذوه. عشان ياخدوا الخطوات اللي انت بتقول المفروض انها تتاخد علشان تصحيح اه المسار بتاع المشروع. طبعا دايما في ودائما في ودي حاجة دايما برضو بندرسها في الكورس بتاع هو ان انت لازم تستشير الناس اللي هتنفذ. فيش حاجة اسمها فرامان كده ولا واللي بقوله هيتعمل. اوكي? الكلام ده يحصل في يعني في حالات ندرة جدا 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 جدا. لكن القص دايما ان انت بتلمي الناس يا جماعة الحق وفي مشكلة نعملي. اوكي? وتاخد القرار وتطلع الميكانيزم بتاع التنفيز وتطلع قرارات تمشي في الميكانيزم بتاع التنفيز وتتنفذ. فبالتالي اتحسن اداء المشروع بتاعنا. احنا في الفيديو هين دول اتكلمنا بسرعة في وات اس بروجيك مانجمينت. اه ويمكن في نقطتين واقفنا عنهم فترة. حتة الكنترول ازاي بيتعمل. وحتة الانفلونس. اه اللي هي اه سوري الكمنيكيشن اللي هي برضو ربطناها بالانفلونس في الليدرشيب. اه وبرضو ما تنساش المانجينج هاتو خد. اوكي? اه ما تنساش النقطة دي. اه علشان اه كده احنا نبقى خلصنا اللي كنا عايزين نقوله في اه عن البروجيك مانجمينت. وارجو ان انتو تكونوا معنا بقى في المحاضرة الجاية ان شاء الله. شكرا. شكرا.